محفظات مصر الحقيقة من شوية شهدت أجواء مبهجة ورائعة أجواء بدأت قبل وبعد صلاة العيد الحقيقة احتفالات في الشوارع احنا احتفالاتنا بتكون مختلفة احنا احساسنا بأي مناسبة بيكون مختلف في حالة من السعادة بين بقى الأسر والأهالي هم نزلين راحين يصلوا صلاة العيد في اسامة الأطفال والجلالين بالبيضة بتاعة الأطفال والناس رايحة تصلي صلاة العيد مالت الشوارع وسحية المساجد يا مصطفى خلينا ناخد أمثلة يعني عندنا مثلا محافظة الغربية المواطنين هناك حارسوا انهم يروحوا صلاة العيد في كل الساحات المخصصة لهذا الأمر على مستوى مراكز وقرى محافظة الغربية هناك الألاف من أبناء محافظة الغربية توافدوا على الساحات وبعد انتهاء الصلاة الأهالي طبعا تبادلوا التهنئة ووزعوا الحلويات والتمر على المصلين وزي ما قالت جمانة كانت بقسامة الأطفال هي العنوان الأبرز لصلاة العيد نروح لأهالي محافظة المنوفية وصلاة عيد الفطر في الساحات المخصصة كمان بكل قرية ومدينة من قبل مدرية الأوقاف بمحافظة المنوفية كان فيه إقبال كبير جدا من المواطنين على أداء صلاة العيد كان فيه 445 ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة كمان أماكن مخصصة للسيدات والأطفال ده غير كمان مساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد الأمر لم يختلف في محافظة المينيا طبعا برضو كان فيه إقبال كبير على مركز شباب ريدة في مركز المينيا من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك هنا كان الأطفال والرجال والنساء حرصوا أن هم يروحوا صلاة العيد ويحضروا بشكل كامل لمركز الشباب من أجل أداء صلاة العيد هي أنه المشهد بختلفش في محافظة الأقصر تقديد صلاة عيد الفطر المبارك أدى ألاف الأهالي صلاة العيد في عدد من الساحات اللي خصصتها مدرية أوقاف الأقصر والمساجد المختلفة الأقصر كان فيها 53 ساحة في المدن والقرى الأسر والعلاب الكامل صلوا فيها من شوية زي ما احنا بنتابع مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي ساحات صلاة العيد في محافظة الشرقية أيضا كانت ساحات مليئة هناك نظم أعضاء مبادرة حياة كريمة ممر شرفي لاستقبال المواطنين وهناك حمل أعضاء حياة كريمة هدايا للأطفال منها بلالين ومنها ساعات ورقية مكتوب عليها حياة كريمة وكان فيه طبعا حلويات الشرقية اللي عزمت الأطر عزموا أيضا كل هؤلاء وسهدت الفرحة وجوه الأهالي ووجوه الأطفال والصبيان والفتيات في هذه المحافظة الكريمة كمان الأليوبية شهدت مساجد الأليوبية والصحات بالأراضي الفضاء المخصصة لصلاة عيد الفطر المبارك لعام عشرين أربعة وعشرين كمان مراكز الشباب كان فيه إقبال كبير جدا من المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك كان فيه فرحة كبيرة جدا بين المواطنين وأسرهم كمان الأطفال ابتهاجا واحتفالا بعيد الفطر المبارك أما الثغر السكندري العظيم توافد هناك أعداد كبيرة جدا من المصلين على المسجد الأبرز مسجد القائد إبراهيم وسط حضور ووسط إقبال كبير من المواطنين من كافة الأعمار المختلفة دميات كمان أدى ألاف المصلين صلاة العيد فيه صحاته مساجد القرى والمراكز وسط التكبيرات اللي انطلقت من كل المساجد احتفالا بيوم عيد الفطر المبارك في الحقيقة كل المحافظات المصرية ساعدت فيها نفس الأجواء الجلاليب البيضة الساحات الكبرى المخصصة لكده في الحقيقة مجهود حكومي كبير جدا من وزارة التنمية المحلية اللي حرصت أن هي توزع عدد كبير جدا من الساحات من أجل أداء صلاة العيد يبقى فيه نظام ما يبقاش فيه نوع من أنواع التداخل ما بين الساحات المختلفة مشهد البلالين ده من أجمل مشاهد عيد الفطر وعيد الأطحى أيضا طبعا هو المشهد اللي كل الأطفال بتنتظروا علشان يعني ياخدوا كل واحدة منهم باللونة صحيح مصطفى موجود حكومي وكمان موجود أهل كبير جدا زي هو تتكلم مشاهد البلالينات اللي موجودة والأهالي كمان اللي بتوزع على الأطفال حلويات والفرحة اللي بتبقى موجودة هناك وسط الأطفال بجد بتبقى لها طعم مختلف وسط تكبيرات العيد يعني حقيقي بيبقى الوقت ده بتحس أن هو أحلى وقت ممكن تبدأ بيومك وأحلى وقت ممكن تفضل مستنيه فعلا من السنة للسنة مرة تانية كل سنة وحضراتكم بألف خير وسعادة ويا رب دايما كلنا في أمن وأمان وكلنا يا رب يعني دايما نكون مبسوطين وان شاء الله يعني يبلغنا كمان رمضان القادم وإيد الفطر القادم لا فقدين ولا مفقدين